وللمزيد من المتابعة والتفاصيل حول فعليات اليوم من جلسات المحور السياسي للحوار الوطنية ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري مصطفى ميزار إليك مصطفى انتهت جلسات اليوم الأول في الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني مشاهدين الكرام اليوم كان هناك حوار بناء حول المحور السياسي بألياته وبفروعه وبلجانه المختلفة المحور السياسي والذي تتفرع منه اللجان العديدة منها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان لجنة التنمية المحلية لجنة البحث العلمي لجان كثيرة متفرعة الكل هنا في جلسات الحوار الوطني مجمع على هدف واحد الهدف متمثل في الارتقاء بجودة التعليم في مصر في الارتقاء بجودة الإدارة والتنمية المحلية في مصر في العمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الدولة الكل مدرك هنا في جلسات الحوار الوطني أن هناك تحديات داخلية وبالطبع هناك تحديات خارجية أيضا في جلسات الحوار الوطني اليوم في الجلسة الأولى والمتعلقة بالعمل الأهلي في مصر العمل الأهلي في مصر ممتد لأكثر من مئة عام فمصر رائضة في العمل الأهلي وفي تقديم عمل أهلي يليق بالدولة المصرية منذ ما يقرب من مئة عام لكن الحديث ومحور الحديث كان يتمثل في أن هناك تناسق وتنصيق كامل ودائما بين الحكومة والقطاع الخاص لكن نحتاجه والجميع هنا يحتاج إلى مزيد من التنصيق والترتيب ما بين القوى السياسية والأحزاب السياسية والقوى المدنية لتوحيد كافة الجهود الكل هنا تحدث عن ما دار في السنة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة عن أن العمل الأهلي هو قطرة للعمل التنموي والعمل الأهلي في مصر وأصبح هناك تحالف يضم معظم أو كافة القوى السياسية والجمعيات الأهلية وتوحيد للعمل الأهلي التنموي في هذا الكيان الكبير أيضا كان هناك محور آخر عن حرية المعلومات وتداول المعلومات في الجماعات المصرية ومن حق الباحثين أن يكون هناك تداول المعلومات على كافة الأصعدة وأن تكون الجماعة الأكاديمية في مصر مع نظيرتها الأجنبية والدولية على قدم وصاق هناك تبادل للرسائل تبادل للمعلومات تبادل الأراء للأبحاث والأراء التي من الممكن أن تجعل الدولة المصرية وتجعل الفكر والابتكار في التعليم والتعليم الجامعي وما بعد الجامع هو قاطرة فالبحث العلمي في كافة الدول هو القاطرة الحقيقية للنهوض بالأوطان والأمم والدولة المصرية والأمة المصرية بباحثيها وبأساتذاتها وبعلمائها هي تعتبر القاطرة الحقيقية فالباحث المصري دائما وأبدا يثبت نفسه ويتميز بالجدارة وبالذكاء وبالتنمية مهاراتي وبالتنمية ما يعمل في هذه البيئة هذا كان محورا رئيسيا كان هناك محور آخر عن قضية الإدارة المحلية في مصر الإدارة المحلية في التقسيم الجغرافي لمحافظات الجمهورية الإدارة المحلية الكل تحدث فيها المتحدثون والمشاركون عن فكرة أنه لا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات أن يكون الانتخاب هو سيد الموقف أن تكون هناك مجالس محلية منتخبة ومجالس محافظين منتخبة تعبر عن الظرف الطارئ والظرف الرهن وتعبر عن الهوية المصرية وأن يكون المحافظ يده مطلوقة دائما في الحفاظ على مقدرات المحافظة وأن تكون هناك تنمية وتبادل لوجهات النظر كان هذا محورا آخر في البحث العلمي ومحور في التنمية المحلية ومحور في العمل الأهلي كانت الجلسات والنقاشات تتحدث عن فكرة التنمية وفكرة التطور وفكرة البحث العلمي وما يمكن أن تنتشل به الأوطان والأمم الأفكار كثيرة متنوعة وبناءة وتطرح من جميع الأطراف دون مواربة ودون خطوط حمراء الكل ممثل في جلسات الحوار الوطني أحزاب سياسية وشباب وكيانات ومؤسسات وحكومة وقطاع خاص وقطاعهم الكل هنا يدلي بدل ويطرح الأراء والمقترحات وتكون هناك مبادرات بناءة ربما كان الوقت لم يتسع لتحدث الكثير من الجالسين في الجلسات لكن الأفكار مقدمة ومعروضة على الجميع الكل هنا ينشد أن الوطن باق وأن الوطن يمكن أن يتسع الجميع والخلاف دائما لا يفسد للوطن قضية كما قال وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض جلساتي ودعواتي للحوار الوطني والتي دعا لهذا الحوار في رمضان الماضي في إفطار الأسرة المصرية دعا جميع القوى السياسية من أجل التكاتف من أجل بناء دولة ديمقراطية ومن أجل بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وينعم فيها الإنسان بحقه وينعم فيها المرء بكل واجباته ويحصل على حقوقه ويقدم أيضا واجباته الدعوة مفتوحة للجميع الحوار الوطني يسعى الجميع المناقشات والحلول مطروحة هنا للنقاش من كافة الفئات ولكافة المواطنين على قدم وسط كان هذا جزءا في هذا المحور مشاهدين الكرام بالطبع سنتابع معكم في الأيام القليلة القادمة جلسات الحوار الوطني ومخترحاتي وتوصياتي وما سيخرج عن جلسات وتوصيات للحوار الوطني والتي بالطبع ستلقى صدى وستلقى قبول لدى القيادة السياسية ويمكن أيضا أن ترفز على أرض الواقع وهذا ما أكد عليه ضيوفي اليوم في أثناء المعرض والحديث أنه تم تنفيذ بعض التوصيات المتعلقة بجلسات الحوار الوطني سنكون معكم لحظة بلحظة نرصد ونتابع ونحلل ونتطلع الأراء مع ضيوفنا الكرام من كافة المؤسسات والطائرات المختلفة والأحزاب السياسية وكافة ممثلي الشعب المصري كنت أنا معكم محدثكم مصطفى ميزار على شاشة التلفزيون المصري التقبل وتحياتي ودمتم في أمان الله إلى النقاء